فقدان الوزنة والوصول للجسم المثالي ده الحلم لأغلب الأعام لكن في الفترة الأخرانية بقينا بنشوف كده أنظمة غزائية كتير بعضها بيعتمد على عنطر غزائي واحد والبعض التاني بيعتمد على أن الناس تبطل أكل ممكن توصل لمدة يوم أو اثنين وبيكتفوا بالمشروبات أعتقد ده ممكن يكون لي مخاطر صحية كتير صعب أول واحد يبطل أكل يوم أو يومين دي تبقى صعب جدا طب خلونا نتعرف مع حضراتكم على أنواع الدايت والأنظمة الغذائية اللي بتساعد في إنقاص الوزن وأهم الأنظمة دي اللي لازم تكون أنظمة صحية كمان يعني زي الواحد يعمل دايت ويخس لكن بشكل صحي بشكل كبير نرحب مع الدكتورة مارو أنوح واستشاري التغذية العلاجية من ورانا صباح الخير مصر صباح كورد أزيكم أخباركم إيه؟ الحمد لله تمام كورد تمام نبتدي مع حضراتك إيه أهم الأنواع الصحية يعني أعمل دايت وفي نفس الوقت ما أثرش على الصحيات بشكل كبير طيب خلينا نبتدي بالعكس زي ما ابتديته لأن ده موضوع مهم جدا وبنعاني منه مش في مصر بس في العالم كله عندنا حاجة اسمها فات دايت الفات دايت دي ببساطة أنظمة الغذائية اللي بتطلع موضة في فترة من الفترات ويمكن إحنا على بنسمع كل شوية نوع اسم دايت جديد ده بيخسس قوي أهداف الأنظمة دي اللي هي نخس بسرعة الناس بتزهق مش عايزة تغير من النمط الغذائي وهي دي أساس المشكلة إن ما فيش حاجة اسمع دايت أخس وخلاص يعني هي كل الناس في العادات تيجي تقولك إيه؟ أنا عملت خمسين دايت وخسيت وتخين لأنه هو النمط الغذائي أو العادات أصلاً غلط فكل الناس بتلجأ للفات دايت أو أنظمة غذائية ترندي بتطلع موضة علشان يعملوها يخسوا بسرعة جداً وبعد كده بيرجعوا تاني لوزنهم لأنهم بيرجعوا العاداتهم العادائية والأنظمة دي أياً كان اسمها وهنتكلم على أنواع منها بتعتمد إنها بتشيل فوت جروبس يعني مجموعات غذائية بتتشيل تماماً زي الكيتو مثلاً منشيل النشويات تماماً منها الفكهة حتى منها البقول مثلاً دا نوع من أنواع بعد شوية بندخل فيها شوية حاجات فرغل بتدخل الفكهة اللي بنشويات أولئي اللي بتدخل دا مش صح لأنه ربنا خلق أنواع فكهة كتير وأنواع خضار كتير وبقول فالضاية الصح أو النظام الغذائي الصح اللي على طول بيبقى فيه جميع المجموعات الغذائية الطبيعية اللي بتمد الجسم بجميع العناصر الغذائية إن أكيد كل الحاجات دي موجودة لوظائف معينة وببساطة بنستبعد الحاجات اللي بنسميها أو صعرات فرغية تدينا صعرات عالية جداً بلا فائدة وكتير بتبقى بضارة زي بنسميها اللي هي النشويات البيضة تضيق لبيض والسكر لبيض دا ببساطة يعني أساس الموضوع بيقول لك اللي هي في العالم كله في أمريكا في سنة 2020 كانت بقيمة 71 بليون دولار بمعنى إيه؟ الحاجات الترنز اللي بتطلع موضة من كتب لأنظمة لبرودكت بتتباع الحاجات المنتجات اللي بتتباع إيه؟ خالي من السكر خالي من الجلوتن الحاجات دي بيزنس يعني بتجي فلوس 71 بليون دولار في أمريكا في 2020 يعني هي صناعة بيزنس لكن لو جينا للأساس الطبي الصح إن إحنا بناكل عشان صحتنا تبقى كويسة دي قصة تانية خالص ما لهاش علاقة بإن أنا بشيل مجموعات غذائية أساسية من يومي عشان أخس وإنا بنظم أكل وكل الدراسات الجديدة وكل الكلام الجديد إن أنا ما بقى بنعش نفسي من حاجة عشان الناس برضو بتتخد نهي تفاحة طول النهار وحفن برضو كمان دكتور فكرة مثلا نقولك مثلا سيم المتقطع أو الكيتو أو غيرها من أنظمة الدايت إن أنا مفطرش مثلا يعني ودبة الإفطار بنلاقي بعض الناس بيقولك طب أنا مفطرش أو أأخر الأكل بشكل كبير أظن ده بيدر الجسم يعني ده ودبة مهمة جدا بتديني الطاقة والحيوية عشان أشتغل وكامل يومين طبعا ده صح بس يعني أنا برضو عايز أقول للناس إن السيم المتقطع مش نظام دايت هو نظام صحي يعني هو زي صيام رمضان تمالي بنتكلم على فوايده وبيزود المناعة وبيساعد الجسم إنه هو يتخلص من السموم بس فيه ناس في رمضان بتندر يعني هما باكل في الويندو بتاع الأكل بتاعي من ساعة الفطر للسحور أكلات غلط وحلويات والحاجات اللي بتضر الجسم أكيد الجسم ما بيستفدش لأنه بيتعب جدا فترة صيام على ما يتخلص من الحاجات المضرة دي فالصيام المتقطع أكتل نظام صحي كانوا بيقولوا يعني حتى الأرلي إيترز ولا اللي بيأكلوا متأخر حتى لو كان نفس كمية الأكل يعني أو نفس أنواع الأكل طبعا الأكل بالنهار أحسن زي ما حديك بتقول لأن إحنا طاقتنا كلها أو مجهودنا كله بنعمله بالنهار فبنشتغل بالنهار الولاد بتروح المدرسة بالنهار فنقول مثلا الولاد لازم ياخدوا واجبة الفطار عشي بقى فيه طاقة إحنا بنشتغل فلازم واجبة الفطار لأن الأكل أصلا من فوايده اللي بيتمدنا بالطاقة والنشويات هي مصدر الطاقة الرئيسي للجسم فالناس برضو اللي بتعمل دايت ستشيل النشويات كلها عشان أنا بعمل دايت زي نظام الكيتو لأ وانا باكم نشويات صحية بتشوري علي لي بتشوري علي لي بتشوري علي لي ما شوفك دي فإحنا بنكون نشويات صحية والنقطة التانية اكمال مناسبة الجسمي والحركتي واليوم يعني اللي بيشتغل مثلا مجهود زهني دا أكيد بيحتاج طاقة أكتر من دا فالبوينت دي مهمة قوي إن الناس تبتدي تستوعيبها إن أنا مش معنى إن عايزة أمشي بنمط صحي وهخسر فيه وزن على فكرة يعني مش هيفضل وزن زي ما هو إن أنا مش هاكل خالص وإن أنا هتحرم من ملزات الحياة يعني إحنا بنقول الأكل من ملزات الحياة على فكرة فبرضو عشان أخس في وزني أو إن أنا أبقى مزبطة صحتي لإحنا تملي بنقول أنواع الدايت مش إن أنا أفقد وزني بس ودي مهمة جدا أن أستعرف حافظ على صحتي بس نمرة واحد لأن كل دلوقتي إحنا البرانش بتاعها في طب اسم تغذية على جهة فإحنا بنساعد الأمراض إنها يعني أنا تجنبها يعني نقلل بتاعها يعني مثلا لو حد عيلته فيها سكر أنا أمنع أن يجيلي سكر يعني إما ساعد العلاج بنظام أكل معين بس أنا عايزة قطعك يا دكتور إحنا اختلافات بتبقى موجودة بين الناس وأهداف في الناس بتختلف يعني فيه ناس بتبقى عايزة تعيش بلايف ستايل مختلف فيه ناس عايزة تنقص وزن وبتنقص وزن بسرعة مش لازم دايما بيبقى للعوامل الجمالية وإن كانت نقطة مهمة يعني ما ينفعش نغدفلها لكن فيه ناس بتبقى عندها مشكلة في رجليها فلازم تقلل وزنها بسرعة عشان تعرف تتحرك فيه ناس عندها مشكلة في التنفس فلازم تقلل الدهون من محيط بطنها مثلا فتلجأ لأنواع داية معينة تساعد وبعدها تبتدي تعمل بالانس فيه أطفال بيبقى عندها سوقتها زي فيه رياضيين محتاجين أنواع زيادة يعني كل واحد بيبقى له حاجة لايق عليه وحسب هو عايز إيه مش لازم تبقى ديه احتياجه بسرعة عشان حالة مرضية زي ما حاليك قلت ركبية أو دهري بسرعة صحية هو مش لازم عشان أخص بسرعة أعمل حاجة يعني فيها حرمان للجسم قوي أنا ممكن أخذ من كل العناس الغذائية بس بدل مثلا ما أنا هخص عشرة كيلو في ثلاث شهور ممكن أجيبهم في شهر ونص بإن أنا هقرس زيادة بالنظام الغذائي الصحي بإن أنا هاخد كل المجميع الغذائية بس بطريقة معينة عشكده تمالي بنقول إيه استشارة الطبيب لللي مش عارف يعني الناس اللي عارفة وحافظة جسمها وعملت كتير وعرفت إزاي بتخصه صحيحة تبقى كويسة أن انت بتختلف أن انت حد خصة العشرة كيلو في شهر ونص تحت عينه أسود وجاله أنيميا وشعر يعني أنا بيجيلي في العادات كده صديقتي عن شعري بالتدايقة بشرتي مش شكلي مش حل كل شيف نقول انت عينة بالزبط وحد تاني خص نفس الكمية في نفس الوقت ممكن يكون نفس الوز خاسس وشه أحفى انتالي بقولهم إيه أما تخصوا لازم شكلكو يبقى أحلى كده أنا خصيت صح يعني كده أنا خصيت وأنا باخد لعناصر الغذائي الصحيحة فهي دي اللي بتفرق إن أنا صحتي فرقت تحليلي قبل وبعد طيب أنا ممكن أخصه يجيلي أنيميا ويجيلي نقصة نصر النقطة مهمة جدا دكتور مروا أخص إزاي بشكل صح إنه في ملاحظات كتيرة ناس بيخصه فتلاقي ناس بيقول لهم تشتغل إنه يدي بيبقوا تعبانين ومبانين إنه دايماً بيبقى مفار انتقاد بشكل كبير عازي أسأل حضرتك دايماً التحدي بقى أنا خصيت كل حاجة زي الفل تمام إن أنا أحافظ على اللي أنا حققت مشكلة الناس كلها أنا بخص من هنا أو أي حد مش أنا يعني أو أنا ممكن أكون على برضو ساعات بخص من هنا وبعد شوية طب الموضوع يرجع إيه صح يرجع تاني تتضبط إزاي ده دكتور مروا هقول لك لأن دلوقتي بقى فيه يعني برضو جزء تعليمي اسمه إزاي يعلم الناس تغير الهابتس يعني أنا عادتها بس كده العادات لازم تتغير على فكرة أول حد بيخش يقعد قدامي أو بيسألني في أي قعدة صحاب قاعدين سواء بياخد الأدواء المصرح بيها للسمنة سواء عمل عمليات عشان بيبقى فيه ساعات حالات مرضية محتاجة إنها تعمل عملية أو سواء عمل أي نوع دايت بقول لهم كده لو ما تعلمناش عادات جديدة هو اللي أنا عملته سواء دايت أو سواء عملية ما هو إلا وسيلة لتسريع عملية الخصية إن أنا خصة أسرع لو ما طلعتش من القصة دي بتغيير عادات أنا هتخن تالي فهي الفكرة إن إحنا نمط حياتنا الغذائي مش مزبوط عشان كده بقى عندنا أطفال كتير زي ما بتقول عندما قامت إنسولين نخلاف سكر عندما شاكل في عطمها وركابها هم أطفال وفي الرئيوروح يلعب ورياضة كبات تقول لهم القصة دي ليه عشان النمط الغذائي في البيت مش مزبوط ما هم أطفال يعني أهليهم اللي بتأكلهم أو بتشتري لهم أو كذا في المدارس في النوادي إحنا الكبار الحاجات اللي أنا بطلب بشتري من بره باكل بره كتير فعندنا عادات لازم تتغير منها على فكرة إزاي نطبخ في البيت يعني دي ممكن أنا متولية القصة دي شوية مش حكاية أكل دايت هو الناس فاكرة أكل دايت أنا حشوي طول النهار والأكل دايت في زيوت أو سنة أو أي حاجة بالضبط إحنا إزاي بنطبخ الأكل العادي وبصورة اقتصادية على فكرة وبالحاجات اللي في البيت لا محتاجين نجيب حاجات غالية ولا محتاجين نجيب كمية بروتين كبيرة الأكل اللي في البيت الخضار البقول الحاجات دي ممكن بنعمل منها واجبات صحية جدا مغزية جدا مش بيع جدا وخص في الوزن فواتعلم كمان مهم جدا في حكاية إن أنا أعمل الأكل في البيت مشتريش من بره إن إزاي نتعلم نعمل أكل بسرعة إن محدش بقى عنده وقت إنه يوقف في المطابخ سواء ستات بتشتغل أو عندها أولاد حتى لو ما بتشتغلش فاللوتز أو الأحمال والهموم بقت كتير فإزاي نتعلم نطبخ في البيت بصورة اقتصادية وصحية وسريعة دي من الحاجات اللي لازم الناس تتعلمهم إن دي بتفرق جدا وعلى فكرة يعني بقى كتير بشوفوا كتير من المراهقين ومن الناس اللي بتشتغل زينا بيروحوا لشغل دلوقتي بأكله ليه بقى اكتشفوا إنه أكل برا وكلف جدا مش مش باع ومتعب كمان يعني ساعات بيجيب أمراض كتير للأسف متعب جدا تلاقي بطنين كركبة مش مظبوطة على طول دخول الحمام مش مظبوط بأنه بدأس هال وي وي وكمان بيتاخن وكمان ما بيمدش جسمي باللي أنا عايزه هو بيبسطني وعلى فكرة مش معنى الكلام اللي أنا بقوله إن الناس حتتحرم مش هاكل مرة حتة بسبوسة حلوة مش هاكل مرة ساندوتش حلوة هو أنا حاكله بس لازم نتعلم على جسمي أنا على طقتي أنا على مجهودي أنا حاكله كم مرة بك مي قد إيه وحاكل قبله إيه وبعده إيه وحاكل معي فالموضوع قبله إيه وبعده إيه حقولك ليه علشان أنا ممكن أخد ساندوتش مثلا بيرجر ولا حاجة وحاخد معي جنبه صلطة مش هاخد معي جنبه بطاطس محمرة قالت بطاطس محمرة حاكل جنبها صلطة مش حاكل جنبها يعني حنوزن علشان من الموضوع ما أخوش هسيطرة يعني هي الفكرة بس اللي عايزة وصلها للناس عشان دي مهمة جدا جدا وانا مش بعمل كده ولا أنا مفيش خد بعمل كده والله بيعمل كده يعني لسه الكلمة دي بالزبط نفس اللي قالتو يعني بيحسبوا أنا من الصعارات اللي أنا خدتها ايه من أول اليوم تتحسب بالشكل الضقيق يعني هي الصعارات بحسن نكتب قصة تمالي بقول مش صعارات بس هي صعارات من ايه كمان يعني هي صعارات من ايه يعني أنا ممكن أخد مثلا 100 صعر من شوكولاتية و100 صعر من طفحي والاثنين تدوني 100 صعر بس أنا خدت جسمي استفاد بإيه ايه الفايدة الأكتر فاحنا عايزين نعلم الناس ان هي وزننا مهم لأنه بيجيب أمراضها ما بيكون زيادة نحنا بنسمي السمنة مرض الأمراض دي قصة قصة التجميلية قصة بتبقى على دي بس أنا مش عايزة أعلم الناس كده أنا عايزة أعلمهم ان صحتي في الأكل اللي باكله يعني الأكل اللي باكله بيفرق في صحتي بيفرق في أمراضي بيفرق في علاج أمراضي بيفرق في طاقتي بيفرق في مودي يعني حتى دلوقتي الموت بيتكلمه كله والتركيز الولاد وي وي الأكل يعني دو إحنا صغرين كاللنا إيه يعني امتحنات كله سمك كتير صحيح فاكرين عشان الزكرة ليه بقى عشان أميجا 3 ده نوع من أنواع الدهون الصحية اللي موجود في الأسماك مثلا موجود في حبوب بذور الشيء وبذور الكتان دلوقتي فموجود في حاجات نباتية تانية فهي اللعبة جسمي هيستفيد إيه من الأكل لو أنا فكرت كده مش هزيد في الوزن لأن أنا طبعاً يبيقول أكل البيت ما بيخوفنيش في زيادة الوزن أنا بيخوفني الأكل بره والحاجات اللي محطوطة في البيت اللي إحنا بنشتري من بره حكتبكوش كي يعني اللي كياس بقى اللي هي شبسي سناكس والحاجات دي برافو عليك دي اللي بتتخن ما بيجيلكش حد تتخن مهما كل في الظهر كل قد إيه وطبعاً مواعيد الأكل إن أنا برضو أكل الوجبة الأساسية بالليل وهو برضو الهرمونات ربنا خلقنا بالليل للنوم والنهار للحركة فالحرك أكيد بالنهار أحسن مشكلة كبيرة جداً الأكل قبل النوم على طول طبعاً أو بالليل بصفة عامة آه يعني لك تأكل لازم تبقى فيه وقت قد إيه الوقت يا دكتور مروه قبل آخر وجبة وبدأة نوم أنا شقالي من ساعتين تلاتة فيه ناس بتقول أربعة بس دايما بقول لك كما كنا في المؤتمر كما برا مصدق أكبر مؤتمر رسمنا بيحصل في العالم كنا بنتكلم عن السيام المتقطع كما بيقول لك يعني أنا ممكن عندي تامن ساعات في السيام المتقطع يكل فيه ممكن أعملهم بالليل ممكن أعملهم بالنهار نتيجة بالنهار للجسم والصحة الجسم بيستفيد أكتر من ساعات السيام بالليل لأن ده الطبيعة اللي ربنا خلقه إن أنا مع غروب الشمس أو مع بالليل الهرمونات بتنام وهرمونات بتبقى صحية والجراث هرمون بيطلع يعني حاجات كتير الجسم بيستفيد منها من حكاية إن أنا أبطت الأكل بالليل لأن الجسم وظيفته بالليل مفروض للإسترخاء والنوم والراحة يعني حتى لو مش هنام بس مش المفروض إنه بقى مشغل جسمي زي أنا بالنهار هيدي الفكرة فلاقوا إنه هما عملوا أبحاث على اللي بيأكلوا بالليل وبيأكلوا بالنهار حتى بنفس الصيام ونفس الصعرات بنفس المجوات الغذائية اللي كانوا بيأكلوا في الساعات النهار كانوا بيجيبوا نتائج أفضل كتير من اللي بيأكلوا في ساعات بالليل حتى لو أكل صحي فطبعا الأكل التقيل بالليل بتاعنا أنا نروح الساعة 11 و 12 و 10 بالليل كل وجبة تقيلة ناخد بالنا الفرق ما بين إحنا جعانين علشان إحنا جعانين ولا إحنا جعانين علشان إحنا زهقانين ولا إحنا جعانين علشان إحنا زعلانين دي الإيموشنال إيتك بقى دي بتاع أهلنا ولا احنا جاينينا عشان بردنين دي دخلت الشتا وأكل بالليل ده لو تفكرت الحلقات كلها دخول الشتا وبدبقى جاينينا الليل طويل وبردنين دخول رمضان عشان بنبقى صايمين وجاينين دخول الصيف عشان النهار طويل جاينينا كل حاجة بنبقى لها تابرير يعني مافيش مشكلة فلو فكرنا هنلاقي ان احنا طول السنة عندنا مبرر ان احنا بناكل عشان نتبسط واحنا عناكل عشان نتبسط على فكرة ان هو الأكل حلو كلنا بنحبه بس انا طالي بقول لهم ايه بدل ماكل في يوم بسبوسة وكشري وطعمية وفول وشوكولاتة وشيبس واشرب مياه غزية واشرب عصير اقسمهم طول الأسبوع كل يوم اكل حاجتين جميل واكل بقيت اليوم أكل طبيعي كده عمري ما حزيد وعمري ما هتحرم ببساطة هنسمع كلامك يا دكتور اوعدك هنسمع كلامك بشكورك شكرا جزيلا دكتور مروى نوح استشارة تغزية العلاجية نورتينا وشرفتينا ومرسي جدا على النصائح الجميلة مرسي جدا شكرا